اكدت سعادة سيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض اكدت النجاح في تجاوز الأهداف الموضوعة ضمن معايير قياس الأداء باستراتيجية السياحة لعام 2022 مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني جاء ذلك على هامش ترأس سعادة الوزير الصيرفي لاجتماع مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض حيث استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للبناء على الأداء المتميز خلال الفترة الماضية والتأكد من الجاهزية التامة لتنفيذ المشاريع والمبادرات والفعاليات السياحية والترفيهية الحالية والمستقبلية وتم خلال الاجتماع اطلاع المجلس على النتائج التي سجلها قطاع السياحة للعام 2022 مع تخطي المؤشرات السياحية في العام الماضي ما هو معتمد في معايير قياس الأداء وفق استراتيجية السياحة 2022-2026 حيث سجلت الإيرادات السياحية 1.5 مليار دينار بحريني في عام 2022 بالنسبة زيادة بلغت 50% مقارنة مع الرقم المستهدف للعام نفسه وهو مليار دينار بحريني في أقصر الطرق المؤدية إلى سبل الصواب عبر انتقاء الأدوات المعجلة لإنجاز الأهداف الموضوعة ولادة لأرقام إيجابية بالجملة تكون مبشرة خصوصا إذا جاءت المؤشرات حميدة ومتجاوزة سقف التوقعات منها والمعني هنا على وجه التحديد ما يشهده قطاع السياحة في البحرين من تقدم فيما يسجله من مكتسبات هي المرجوة وقتما وحتى قبل ما وضعت استراتيجية السياحة للعام 2022 فحسن الأداء الحكومي في تبنيه لخطة التعافي الاقتصادي وانتقاله من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو المستدام ساعد قطاع السياحة في المملكة على تخطي تبعات وباء كورونا والذي كان في مرحلة خلت لتنضي السياحة نحو تحقيق المراد ضمن معايير قياس الأداء المرتبطة بقيام الاستراتيجية المذكورة وذلك كفيل بزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني ولن يتأتى ذلك إلا من نافذة حسن البناء على الجهد الحكومي المتميز المبذول خلال الفترة الماضية والتأكد من الجهزية التامة لتنفيذ المشاريع والمبادرات والفعاليات السياحية والترفيهية الحالية والمستقبلية التي ستحتضنها البحرين سلسلة من النتائج يسجلها قطاع السياحة خلال العام 2022 ليكون ذلك علامة مضيئة تستنير بها استراتيجية السياحة 2022-2026 فها هي الإيرادات السياحية تسجل ملياراً ونصف المليار دينار بحريني في العام الفائت أي بنسبة زيادة تصل إلى 50% مقارنة مع الرقم المستهدف للعام نفسه وهو مليار دينار بحريني وإلى جانب ذلك بلغ عدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية ما يزيد على 9 ملايين وتسعمائة ألف زائر بزيادة 19% عن الرقم المستهدف والمرجو بثمانية ملايين وثلاثمائة ألف زائر الزائر الذي فاق متوسط إنفاقه اليومي الرقم المستهدف بنسبة 10% مع تسجيل 76 دينار بحريني كإنفاق يومي للسائح مقابل متوسط إنفاق مستهدف كان موضوعاً بتسعة وستين دينار وذلك عندما تخطى متوسط مدة إقامته في المملكة حدود الثلاثة أيام ونصف اليوم بزيادة تفوق الستة في المئة ترجمة نانسي قنقر